بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن اه موضوع مهم جدا من مواضيع آآ الموضوع الاول اللي هو او باختصار اللي هو 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 نوع من انواع آآ او عشان نستخدمه نعمل اللي بتحصل في الاي نتورك وممكن نتعرض لك. هنعرف يعني لوبس هنعرف يعني ايه وبشتغل ازاي وكل التفاصيل بتاعته ايه بالزبط. البربس بتاع الموديول ده وبتكلم عن ايه المشاكل اصلا اللي بتحصل في اه او ايه ازاي يحلها باستخدام الايه ماشي وهنتكلم عن بتاعة وتشتغل ازاي كل تفاصيل بتاعته وفي اه يعني في عدد من اللي ظهرت آآ يعني تطوير على فبقى منها انواع كثير جدا زي مسلا وفي انواع تانية اللي برضو ايه هنتعرض لها يعني. طيب ايه هو الهدف بتاع الاستي بي? لو احنا عندنا بالشكل ده كده موجودة معنا في شركة موجودة معنا في كلية موجودة في اي مكان يعني. فهنا في وهنا في وهنا في الموضوع بتاع اللوبس ده بيحصل امتى لما يكون في آآ لما تيجي تبعت رسالة يعني ايه يعني لو بعدت مسلا من ده او بعدت من ده بعت رسالة هو لما يجي يبعت رسالة فهتوصل ده هيوم عامل لها هيوم عامل الرسالة ديت آآ اللي بتطلع من ماشي? يعني هيعمل الرسالة هنا كده ويعمل رسالة هنا كده ماشي? طيب هتوصل فين? هتوصل هناك هناك لما توصل ده طبعا هي رسالة برضو هيوم باعت ايه? هيوم باعتها هناك. تمام? وده برضو هيوم باعت الرسالة هيوم بعايتها هنا كده. طيب ايه لا يحصل اول ما رسالة توصل هنا من الجزء اللي فوق هيوم ايه? باعت رسالة فوق هنا. وباعت رسالة تحت هنا. هيحصل ايه? بقى جيه برضو توصل هنا كده هيوم باعت الى تاني باعت الرسالة تاني وده لما توصل للسويتش ده يوم بعيدها تاني ويوم بعيدها ايه? هنا تاني فيحصل ايه? يحصل لوبينج. فالمشكلة اللي بتحصل دي اللي هي نتجة عن الريدندنت اه التوبولوجي اللي انت شايفها دي. يعني ايه يعني في مصارين اتنين بيمشوا فيه. يعني فيه مسارة هوت اقدر اوصل السويتشات كلها من خلال المصار ده. وفيه مسار تاني اللي هو من تحت ده اقدر برضو اوصل ايه السويتشات كلها من جزء اللي تحت ده. فدي مشكلة بالنسبة لنا. فقال لك بقى ايه? عشان نحل المشكلة دي لازم نستخدم او نستخدم بايه تحل المشاكل دي. ويبقى معانا نفس التوبولوجي. طيب قالك هتهلاها ازاي? هنحل الكلام ده باستخدام حاجة اسمها الاسبانينج تري بورتوكول. الاسبانينج تري بورتوكول كل ما عليه? انه هو هيقفل لينك من ده. هيقفل لينك من ده كده. ماشي? ويخلي الباقي كله شغال. لحد ما يحصل اي مشكلة مثلا في اي لينك يعني اصل مشكلة هنا كده. يقوم مشغل اللينك ده اوتوماتيك. فحصل مشكلة هنا ايه مشغل ليه? اللينك التاني اوتوماتيك. يبقى دلوقتي انت عامل ليه اصلا عشان انك تتغلب لو لو حصل اي مشكلة في دي. لو فيه حصل في اي سلك من اللي عندك. فالمفروض يقوم السلك اللي هو كان ايه? كان احتياطي. صح كده? يبقى دية الفكرة بتاعت اصلا اللي موجودة في طيب. وقلنا اللي بيانتوك عنها وعشان تحيل المشكلة ديت فبتطبق اسمه الايه? الاستي بي بورتكول او الاستان الاسبانينج التيني بورتكول. طيب والاسبانينج التيني بورتكول هو اساسا هو متطبق على كل السويتشات. انت مش بتطبقه بايدك. مش انت اللي بتشتغل عليه بايدك. هو لو هو لقى ان في مجموعة السويتشات متوصلة ببعض. وحصل هو بيشتغل بيرامل حساباته. ويقفل لينك من اللينكات ديت بحيس ان ما يحصلش ايه? ما يحصلش لوبينج. طيب الكلام ده بيحصل ازاي بقى? هنعرف كل حاجات التفصيل. طيب. قال لك الكلام اللي بيانتوك عن ان ان رسالة بتتبعت من مكان اللي تروح للسويتش وبعد كده تلف في اللفة دي كلها فبيحصل حاجة اسمها اللي هو عواصف من ايه? عواصف من فطبعا بيحصل آآ لوبينج. طبعا بيحصل برضو آآ هيدك لكل اللي موجودة على السويتش. فبيحصل ان اللي ديت تقع او النيتوك ديت ايه? تقع. فده تقول ايه? ده كل شرح للموضوع بتاع يعني ايه اصلا. اللي هو بيحصل في السويتش وكل واحد بيبعت للتاني. فبيحصل آآ مشاكل والحاجة ديت ممكن تقع او النيتوك ديت ممكن تقع بين ايه بالنسبة لي. طيب عشان نفهم الموضوع اكتر لو احنا جينا نشوف بالشكل ده كده. بيشتغل ازاي على دي. طبعا زي ما انت شايفت انت عندك سويتش هدي السويتش اللي هو رقم تلاتة وسويتش واحد وسويتش اتنين. وعندك هنا في يعني عندك هنا فيه اللي هو الباص ده كله على بعضه ادي بالنسبة لنا ده باص وده برضو ايه? وده بالنسبة لنا باص. يعني عشان اقدر اوصل لكل السويتشات ممكن اوصل لها عن طريق ايه? عن طريق ازحات. لو انا بعت رسالة من بيس وان. على السويتش لو ما فيش فهيبعت السويتش ده وهيبعت السويتش ده. والسويتش ده هيبعت السويتش ده. والسويتش ده هيبعت lagi? fue حصل في الحيطة الى في النص دي. فالك انا بنتغلب على الكلام ده ازاي? انا بستخدم حاجة اسمها ده بيعمل حاجة اسمها عشان يمنع ايه? انوا يقطع واحدة من دول يقطع من ده بحيس ان ما ما يحصلش ايه? ما يحصلش اه او يافويد اللوبينج اللي بيحصل في النيتروك كده. طيب. الكلام ده بيحصل ازاي? زي ما احنا شايفين كده بالزبط انه هو بيحصل قطع ليه اه لينك من ده بس هو متوصل فزيكالي هو متوصل قدامك. بس ده بقى بتعوض ده في ايه? انها بتعمل اعادة اه حسابات او بتعمل معينا عشان تشوف مين اصلا اللي اللي انا المفروض اقطعه وايه? واسيبه مقطوع شوية. طيب. برضو الكلام ده بيتم بالجوريزمات. فعشان كده هو عبارة اصلا عن هنفهم دلوقتي وبشتغل ازاي? طيب اه في سنة الف سمائة خمسة وتبانيين في البيبر اسمها كذا كذا كذا. ده اللي هو ايه? ده اللي هو الاخترع بتاع طيب. تعال نعرف بقى ايه? بتاعت بتاع تسبانيك تريل. بتاع تسبانيك تريل لو احنا بس اخدنا يعني ارسم رسمة قدامكم هنا كده ناخد بها التفاصيل وبعد كده نشوف الدنيا ماشية ازاي جوه. هنفترض ان احنا عندنا تلات سويتشات. هادي سويتش. وادي كبان سويتش. وادي سويتش. وفي سويتش رئيسي هنا كده. هاوصل به اللي ايه التلاتة اللي فوق دولت. والمفروض ان فيه لينك بيوصل ما بين كل سويتش. آآ والتاني هنا كده. بالشكل احنا شايفينه ده. بس جزء ايه هنا كده. متل ايه متوصل عندنا هنا كده. على البورت لان كل واحدة من دي اتعبارها عن بورت. ماشي. وآه طبعا دي الطريقة عادية دي تقولش عادية جدا لان عادية ما فيهاش اي ايه ما فيهاش اي طيب انا لو طريقت بقى ايه اعمل عشان عشان لو اتحصل اي فلير في اي لينك من ده اعوض الفلير ده. اعمل الكلام ده ازاي? فالمفروض دلوقتي انا اوصل مسلا ببعض كده. والسويتش دولة ببعض كده. تمام? يبقى انا كده عوضت ايه? عوضت لو حصل اي في الجماعة لتحت دول بس طبعا هتخش في مشكلة دانية اللي هي مشكلة فقالك هنطبق بقى لايه? طيب هنا بيشتغل ازاي? بيشتغل بربع خطوات. خطوة الاولى ان هو بياليكت روت بريدج. كلمة بريدج يا شباب يعني معناها سويتش. بيبقى فيه سويتش من ده كده هو المانجر بتاعهم او روت بتاعهم. طيب هنختاره على اي اساس? قالك هاختاره على اقل حاجة اسمها البريدج اي دي. البريدج اي دي ده اللي هو ايه بقى? البريدج اي ده اللي هو بيبقى في حاجتين اتنين. ده بيتكون من حاجتين اتنين. حاجة هي قيمة بتبقى موجودة عند كل اجهزة سويتشات بتبقى قيمة اه متشابهة. يعني اتنين وتتين الف سبعمية امين وستين مساء. ماشي? بس انت ممكن تغيرها بايدك. يعني انت لو غيرتها يا بانتا جده ايه? غيرت في القيمة بتاعي. والماك ادرس اللي هو الماك بتاع كل جهاز او كل سويتش اللي جاي منه من مصنع. ما بيتغيرش. طيب. قالك هو مين اللي هيبقى اقل روت بريدج عندي. اقل روت بريدج عندك ممكن يكون السويتش ده. ده السويتش رقم واحد وسويتش اتنين وسويتش تلاتة وسويتش ارمعة. مين اقل روت بريدج? مين اقل ماك ادرس او اقل آآ بريدج اي دي? اللي اتنين دول مع بعض? بتشوفهم فين اقل واحد فيه. فنفترض مسلا انت عندك الماك ادرس كل زي بعض. الماك ادرس هو اقل واحد اللي هو الرقم اربعة. فخلاص هنختار اللي هو ده هيبقى ايه? هيبقى روت بريدج. ده هيبقى الروت. الروت بريدج. الروت بريدج ايه? ده اللي هو المتحكم بتاع بتاع بتاعي سويتشاد دول كله. طيب تانية تانية حاجة هيقول لك انت لازم تشغلي البورت بتاعة الروت بريدج دي كلها تكون شغالة او كلها تكون متعينة. يعني ايه كلها تكون شغالة ايه? يعني البورت ده هيكون شغال. مش عاملو بلوك. والبورت ده هيكون شغال والبورت ده هيكون ايه? شغال. يعني ايه كلمة شغال ديت? معناها يعني قال لك هيبقى ده ماشي? وده هيبقى برضو. وده برضو ايه? هيبقى نفس الاسم. دي حاجة كده بتطلق على ايه? يعني كلمة شغال ولا مش شغال. اه يبقى البورت دي كلها تبقى شغالة. قال لك ان كل البورت بتاعه لازم تكون شغالة. يبقى ده وده وده شغالين. ما يكونش اي مشكلة. طيب. تانية حاجة. قال لك هتختار الريكت الروت بورتز. فين الروت بورتز ديت? يعني ايه الروت بورتز? اللي هي النون بريج. النون آآ روت بريجز. يعني اللي هو اللي هي مش روت. او مش هي الروت بريج. لازم يكون فيها بورت متوصل بالروت بريج. ماشي? ويكون نوعه الروت بورت. هيكون نوع البورت اللي متوصل بي السويتش الرئيسي هيكون نوع روت بورت. يعني الروت ديت هتكون نوحها ايه? روت. روت بورت. والبورت ديت هتكون ايه? نوحها برضو نفس الكلام. روت بورت. والبورت دي برضو نفس الكلام هتكون روت ايه? روت بورت. تمام? طيب. يبقى دلوقتي احنا اختارنا تاني حاجة اللي هي الروت بورت ده. والروت بورت ده. طبعا بتختار على اي اساس على اساس القوست. بس بفترض يعني للوقتي ان كل قصص مساوية يعني ده مسلا اه ميت ميجا وده ميت ميجا وده ميت ميجا فخلاص انا هختار الروت بورت اللي هو ده وده وده. هنعرف شوية كمان شوية في تفاصيل اكتر لو التبولج مختلفة ازاي نختار المناسب بنسبانها. طيب يبقى الروت بورت اللي قدامنا ده هو اقرب يوصلني للروت بريدج. تمام كده? من خلال القصة اللي ايه? على اللي هي بتوصل من الروت بورت للروت بريدج. طيب. يبقى دلوقتي اتفقنا اول حاجة خالص اللي هو عملنا اعملنا انتخابات كده عشان نشوف مين هيبقى بتاعنا. طبعا ده باقل آآ بريدج اي دي اللي هو يبقى من البريورتي والماك ادرس. لو البريورتي متساوية ببص على الماك ادرس. طيب اللي بصين على الماك ادرس بفترض ان الماك ادرس بتاع الجهاز ده هو اقل ماك ادرس. يبقى هختار ده هو الروت بالروت بريدج. طيب لما هو اختار الروت بريدج يبقى كل البورت بتاعته لازم تكون نوحة. اللي هي اصلا خطوة التالتة. الخطوة التالتة اللي بيقول لي لك تزيدنيت البورت اللي هي كل التلات التلات اللي متوصلين بالبورت لتحت الدولات هيبقى نوحهم ايه? طيب. تالت حاجة قال لك بتختار اقرب بورت من عشان يكون نوعه روت بورت زياد هيكون نوعه روت بورت والبورت دي هتكون نوعه من روت بورت وده هكون نوع ايه? كلمة يعني يا شباب يعني اللي بتوصلني بالروت اللي بتوصلني بالروت ايه? بالروت بريدج. طيب. فاضل لي مين دلوقتي? انا كده ده شغال معي. بورت ده شغال وده شغال وده شغال. وده شغال طبعا وده شغال وده شغال. فاضل لي الاتنين دول. الاتنين دول. ماشي? طيب. هعمل ايه بقى في الكلام ده? قال لك لازم تختار ده بالنسبة لنا هو البقية. ده ده سجمنت وم. البقي وده سجمنت دول. لازم اختار من كل سجمنت يكون في آآ بورت يكون وبرت يكون بلوكت. يعني بورت يكون شغال وبورت التاني ايه? بلوكت. يعني بلوكت. يعني واقف كده مستني. لما يحصل اي مشكلة في يوم هو شغال مع التاني فيوصل ايه? يوصل التابولجي بتاعتي. طيب. هو ازاي اصلا هختارت وازاي هختارت مين الالترنيات. قال لك هتختار ده اللي هو اقرب باص يوصلني برضو لروت بريدج. ماشي? بافتراض ان كل دي سلوك? السلوك دي كلها بتاعتها آآ ميت ميجا. فطبعا لو انا بصيت كده هلاقي ان انت عندك الباص ده. الباص ده. اللي وصلت ليه البروت ده. اسرع من اني اوصل من اوصل مسلا ايه امشي على يعني امشي على الاتنين دولار عشان اوصل لهنا. فهنختار الحتة ديت هنختار البروت ده هو يبقى ايه? هيبقى بتاعي. ده يا كلمة معناها شغال ده هيبقى شغال معي. بس ده هيبقى بلوكت. ده هيبقى بلوكت. او ده الالترنيت بورت. ده هيبقى ايه? بلوكت. هنواقفه كده. طيب. ونفس الكلام هنا هنختار ده هيبقى ديزيجنيتد. يعني شغال معي. وده هيبقى ايه? وده هيبقى بلوكت. لسه في شوية التفاصيل دلوقتي هنعرفها كمان شوية. طيب. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ايه? ان ده شغال. وده مستني يحصل اي مشكلة في التبلش دي. لو حصل اي مشكلة في الجزء ده يعني لو السلك ده تقطع يقوم ايه? يقوم يخلي ده برضو شغال معي وايه? ويوصل التبلش بتاعتي. لو حصل هنا مسلا مشكلة فيقوم الايه? يقوم ده شغال ويوصل الاتنين دول بعض بدون اي مشكلة. طيب من كده يا جماعة يبقى ده ايه? ديت اللي هي بتاعتنا او ديت اللي احنا كلمنا عنها اللي هي الالترنيت او اللي هي اللي بتبقى اللي هي ولا فتبقى نوحة ايه? تبقى نوحة او بيقول لي هنا في كل سويتش بيبعت حاجة اسمها البيبي ديوز او البيبي ديوز وطبعا بيحصل عملية بيحصل عملية انتخابات ما بين كل السويتش دي وبعضها عشان نشوف اصلا في اول حاجة خالص مين الروت بريتش? ومين هيبقى الروت بورتس? ومين هيبقى ومين هيبقى ديزيجنيتد? ومين هيبقى فالكلام ده كله هتعرف ازاي? ان كل سويتش بيقول لي اللي جنبه او بيقول اللي حواليه انا بتاعتي كزا. اللي هو بتاعت كزا. ماشي? يبقى البريتش دي بتحمل ايه بقى? ده بيبقى فيها بقى ايه? بيبقى فيها اللي هو بيبقى فيها. كل من ده بيبعت اللي جانبه عشان كل واحد يعرف هو ايه اللي عند اللي جانبه عشان ايه? يحصل عملية عشان يشوف مين اقل واحد فينا. هو هيبقى ايه? هو هيبقى في اول حي خالص. طيب. تعال نشوف التفاصيل دي كده واحدة واحدة. طبعا انت عندك حاجة اسمها الهوة اللي احنا لسه منكلمنا عندها من شوية اللي هو ده بيبقى فيه هو اه بالفعل بيبقى فيه اه حاجتين اساسيين بس ممكن تزود عليها حاجة كده اللي هو رقم لو انت فيه في عندك اصلا يعني. طيب يعني ايه? يعني مسلا لو انت عندنا الهوة بتاعتنا مسلا اتنين وتلاتين الف سبعمية تمانية وستين مسلا. والجهاز اللي هيبعت او السويتش اللي هيبعت ده هيبعت البي بي ديوز دي. اه تبع فيلا واحد هنا هزود على التمانية دي واحد هيبقى ايه? هيبقى تسعة وستين. ماشي? وبعد كده زود هنا كده. ده كله على بعضه هيبقى هو مين? هيبقى هو البي اي دي. اللي هينبعت كالاسم اللي احنا منتكلم عندي دلوقتي اللي هو ايه? البي بي ديوز. هيبعت لكل السويتشات اللي حواليها. بحيس ان كل واحد يعرف عن التاني ايه التفاصيل بتاعته. ماشي? وعشان يحصل عملية الاكشن اللي هي انتخابات. طيب. هناخد الكلام ده بتفاصيل شوية على تاني هوت. فعندنا بالشكل ده كده. عندنا وسويتش وان وسويتش تو وسويتش سري. الكلام ده كله متوصل آآ عن طريق في آآ سويتش اتنين ده في تلات اجهزة. ماشي? وده في برضو ايه? وده في جهاز لوحده. طبعا هنا في في لان. متطبقة لان كل دي سويتشات. وآآ بافترض ان انت عندك مسلا آآ ان الجزء ده مش عاوز يتكلم الجزء ده. فهنا في في لان يعني. طيب. طبعا طبعا في لازم يكون ديت اللي هي موجودة ده نوع وده نوع وده نوع وده نوع ونوع وهكزا عشان يوصل اكتر من ببعض. اللي هو الكلام اللي احنا خدناه المرة الفات. طيب. اول خطوة عندنا خالص في الخطوات اللي احنا نسا كنا بنكلم عنها من شوية اللي هم دول لما اربع خطوات دولت هنبدأ نطبقهم على التوبولوجي اللي قدامنا دولت. هنا بيقول لي قالك ان ان انت ببص اول حاجة على البي بي ديو. البي بي ديو ديت ان هي هتبص على اقل في كل دي. فبفترض انت عندك بتاعتك او بتاع الجهاز ده اللي هو بتاعتك اتنية وتتين الف سبعمية وتسعة وستين والماك ادرس بتاعك كزا. وعندك بتاع الجهاز ده اربعة وعشرين الف خمسمية سبعة وسبعين وماك ادرس بتاعه كزا. وعندك الجهاز ده بتاعه اتنية وتتين الف سبعمية وتسعة وستين والماك ادرس بتاع كزا. مين اقل بي اي دي هناك ده يا شباب? حد يرد علي. مين اقل بي اي دي ممكن اختاره? اول حاجة ببص على البي اي دي وبعد كده ببص على الماك ادرس. اللي هو مين? اه اللي هو اس وان. حاجة ببص في الاول خالص كده على البي اي دي هلقاها اربعة وعشرين الف خمسمية سبعة سبعة وسبعين. وطبعا ده اتنين وتلاتين الف سبعمية تسعة وستين وده شكله. يبقى في اول خطوة خالص البي بي دي يو بتاعة الاس وان ده هي اقل بي اي دي. فانا هاختار الاس وان ده هيبقى الروت ايه? هيبقى الروت بريدج بتاعي. كمام كده? يبقى ده الروت بريدج اللي هو الاس وان ده. طيب على طول البورتس اللي متوصلة مع الروت بريدج هتبقى يعني ده هيبقى وده هيبقى زجنيت. كمام? طيب. تعالى نشوف الخطوة اللي بعد كده. هنا بيقول لي لو انت عندك اه لو لقيت ان انت عندك التلاتة بريدج بيساو بعض. لو نفترض يعني انت عندك التلاتة بريدج بيساو بعض انت هبص على طب مين اقل هنا? لو بيفتراض ان بتاعتنا متساوية. مين اقل آه لو الاس اتنين لما تيجي بص هنا كده هتلاقي ان انت عندك ده نفس الكلام ده نفس الكلام اللي فوق بس ده اتنينات وده ايه? وده وحي فانا اختار ايه? هختار اللي هو الماك ادرس ده. يبقى ده هيبقى الاس اتنين هو ايه? المفروض لو لو البروتس تساوت هيبقى عندك هو ده هيبقى الروت بريدج طيب. هو ازاي بنحدد الروت بورت آآ افضل فيهم يعني. دلوقت انا عندي دلوقتي سويتش ده بقى هو الروت بريدج. تمام كده? طيب هو بقى دلوقتي بقى بتاعتي اللي هتشتغل. على السويتش ده. هل هتبقى هي دي? ولا هتبقى هي ديت? يعني همشي في الباس ده? ولا همشي في الباس ده? على اي اساس? ما انه لازم اختار من كل متوصل بالروت بريتش هختار منه بورت يكون بتاعتي. يا اما الروت بورت دي يا اما الروت بورت دي. طيب هختار انه واحدة على اي اساس? قال لك اقل اقل كوست. طب بقى نبص للجدول ده كده. قال لك لو السلك بتاعك نوعه بيوصل لزبيد عشرة جيجا بيت برساكند. يبقى الكوست هنعتبرها اتنين. ماشي? ولو لو لو بيوصل وان جيجا برساكند. يبقى هيبقى اربعة. اللو ميت ميجا هيبقى تسعتاشر. لو عشرة ميجا هيبقى ايه هيبقى مية. اول ايه دلوقتي بيبدأ صغير وبينتابق كمية? قال لك عشان اقل حاجة اصلا اقل كوست عندي هي اديك بالمفروض ان اختارها. فعشان كده اعلى زبيد اعلى زبيد عندي واخده اقل كوست. وانا اصلا بختار اقل كوست. وذة الازبيد اللي بعدها الياه واحد يجي هتبقى اربعة والمية ميجا هتبقى السعتاشر والعشرة ميجا هتبقى ايه? هتبقى 125. طب الكلام ده لو جائنا طبقناها على الكلام ده. على سويتش ده. هنختار انهي روتبورت هنختار روتبورت ده? ولا هنختار روتبورت ده? تعال نشوف. لو انت جيت حسابة الايه? القوست دي. مع افتراض ان انت عندك السلوك دي كلها اللي هي ميت ميجا. ميت ميجا. يعني السلوك دي كلها فاصل سرنت ميت ميجا. تمام كده? طيب. ميت ميجا يعني ايه? يعني تسعتاشر. يعني القوست هنا لو انا خدت الباص ده هيبه تسعتاشر. تمام? ولو انا خدت القوست بتاع الباص ده هيبه كام? سعتاشر وتسعتاشر هيبه كام? هيبه تمانية تاتين. هيبه انا هختار انهي واحد. هختار الاقل فيهم. هيبه ده بالنسبة له هيبه ايه? هيبه الروت بورت. تمام? هيبه انا هختار ده. ده هو الروت بورت اللي ايه? اللي انا هيشتغل عليه في السويتش ده. طيب. تعال نشوف الجهاز التاني. ده. هنختار الباص ده. عشان اخلي ده الروت بورت. ولا اختار الباص ده. عشان اوصل الروت بريتج عشان يبقى يكون ده ايه? ده الروت بورت. انا واحد في ومي شباب ها? اي واحد. او. ليه برضو? على اي اساس? على اي اساس ان انا حسبت الباص بتاع الجزء ده كده اتضحت ساعتاشر. لكن لو انا حسبت الباص بتاع الجزء ده عشان امشي من بورت دي واوصل للروت هاخد ساعتاشر في ساعتاشر هياخد تمانية وثلاثين. يبقى دلوقتي هاخد اكد قصة عندي اللي هو ساعتاشر فده هيبقى بتاع السويتش تاني. يبقى انا اخدوقتي بقى عندي ده الروتبورت. وده الروتبورت. بقى عندي ايه بقى? بقى عندي سيجمنت. سيجمنت واحدة بس. لازم يكون فيها واحدة وواحدة فيهم تكون ايه? تكون او بلوكت. تب حد افاكر ازاي اختار ال ال اللي موجود عندي? من اللي هتكون فيهم من قبل ما نخش في الاسلايدر بعدها. من اللي هتكون فقط دلوقتي? البرت دي? هتبقى ديزيجنيتد ولا البرت ديت? وعلى اي اساس? ها? مين يا شباب خمن كده? اللي هتكون فيهم ديزيجنيتد اللي هي مين? اللي هي دي. ده هيبقى ديزيجنيتد بورت. ماشي? وهيبقى لك بس بورت واحدة بس هتبقى ايه? هتبقى البلوكت دي بتاعتي. طب ليه هو اختار ديت ديزيجنيتد? معكزوا كده في الصور اللي قدامكم وحد يقول لي هو ليه اختار دي الديزيجنيتد? انا عندي هنا شباب ايه? انا عندي هنا ده البورت ده? والبورت ده? المفروض اختار منهم واحد من الاتنين دون. واحد تاني هيبقى تبام? طيب. فبيقول لي ده هو يعني هختار الاقل آآ باص فيهم عشان يوصلني ليه الايه? الروت آآ الروت ايه? الروت بريدج اللي موجودة عندي ده. طيب. فبيقول لي هنا طبعا احنا عرفنا خلاص من ده ده الاتنين دول ديزيجنيتد. وده الروت وده الروت بورت. ولازم اختار من ده واحد يكون ايه? يكون ديزيجنيتد. هختار انا واحد فيهم. لو انا جيت بصيت على الباص اللي هو احسب الباص اللي هو بيوصلني من البروت ده. واحسب الباص اللي بيوصلني من من الروت ده او من البورت ده لروت بريدج. هلاقي ان الباصس هنا ايه? ده بيوصلني مسلا آآ تسعتاشر وده برضو تسعتاشر. يعني ده تسعتاشر وده تسعتاشر. طيب. يبقى دلوقتي شايف ان ده الاتنين متسوين في الكوست. طيب اعمل ايه برضو? خلال ما اللي اتنين من سويين دلوقتي وما فيش اي مجال اللي انا اه اه يعني اختار ما بينهم انت ممكن تختار اي واحد فيهم اللي هو ايه? اللي هو يا اما ده يا اما ده هيبقى بتاعتي يبقى دلوقتي انا اخترت ايه? اللي هو وده هيبقى الايه? ده هيبقى او الموجود عندي. فهتلاحظ دلوقتي ان ده بقى ده بقى ايه? بقى بقى كده. الى ان يحصل مشكلة. الى ان يحصل مشكلة في 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 التولجي اللي قدامك دي. ماشي? فا اه ده هيبقى شغال معي. لو حصل ده مسلا في مشكلة. فده هيبقى شغال معي. تمام? لو ده حصل في مشكلة فده الايه? ده هيشتغل معي. عشان يشغل الدنيا دي كلها ببعض. يبقى دلوقتي فهمنا من الرسمة دي كلها. دي دي آآ دي او الستيبس بتاعة الكلام ده كله. الى الستيبس هنا بيقول بقى الالترنيت بلوكت آآ بورتز اللي هي اللي هتبقى دي ولا رود بورت فهتبقى ايه? هتبقى الالترنيت بورت. طيب. تعالى دلوقتي نشوف تولجي مختلفة. لو حصل ان انت عندك تساوت. بس تولجي مختلفة شوية. هنعمل ايه? انت عندك هنا فيه تلات حالات. واللوست سندر بورت واللوست سندر بورت اي دي. يعني لو عندنا تولجي بالشكل ده كده. وآ جينا نشوف آآ الروت بورت بورتز بقى بقى الاس وان ده بقى رود بريتج بتاعك. تمام? يباني دلوقتي على طول ده هيبقى وده هيبقى ديزيجنيتد. خلالشي? وجيت ابص على الروت بورتز من السويتشات ديت. هيبقى مين الروت بورتز بتاعتهم? اللي هو طبعا دولت اللي اتنين دولت اقرب حاجة. يعني ده اقرب لي رود بريتج والروت ده اقرب لروت بريتج فخلاص ده هيبقى رود بورت وده هيبقى رود بورت. يباني اخلصت كده من المشكلتين ده. تمام? طيب. وما اجي بص برضو مين اللي هيبقى ديزيجنيتد. هلاقي ان ده اقرب. ده هيبقى اقرب لي الروت بورت. الروت بريتج فهده هيبقى ديزيجنيتد. تمام? وده برضو اقرب لي الروت بريتج فهيبقى ديزيجنيتد. يباني المشكلة كلها عند فين بقى? في البرت ده? والبرت ده. لازم يكون فيهم واحد بورت لازم يكون فيهم على الاقل فيهم واحد روت بورت طيب روت بورت اللي انا هختاره بقى هختار البرت ده ولا البرت ده على اي اساس قالك كده هتختار طالما الباصز متساوية لو جيت حسابة الباص اللي هنا كده هتلاقي الباص ده مسلا تسعتاشر تمانية وتلاتين ولو جيت حسابة الباص ده برضو هتلاقي تمانية وتلاتين يبدأ طالما بتاعت الباصز تساوت لازم تبص الحاجة تانية بقى بالنسبة الروت بورت. يبقى بالنسبة للروت بورت لازم ابوص الحاجة تانية اللي هو ايه بقى? اللي هو اللوست سندر بي اي دي. هو مين اللي باعت اقل آآ بي اي دي. مين اللي باعت للسويتش ده? اقل بي اي دي على البورت ده. هو بي اي دي ده اللي هو اصلا اللي هو قدامك ده. ده البي اي دي على بعضهم. 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 مين اللي باعت للسويتش ده? اقل بي اي دي. ها. هل انبعت له بتاع ده اقل ولا بتاع هو الا اقل? ها? مين يا شباب? مين اقل بي اي دي من الاس سري والاس فور? يبقى انت ملاحظة. الاس فور او? يبقى انت موجود قدامك البرج اي دي ده اقل بريج اي دي. هو بيقول لي هنا يعني اللي بعت لي اقل بي اي دي. اللي بعت للبرج ديت اقل بي اي دي او اسويتش ده مين اللي بعت له اقل بي اي دي. هل اللي بعت له اقل من الاس فور? لا الاس فور هو اقل. يبقى دلوقتي هختار البرج لنحية اللي نحية اللي نحية 대. يبقى البرج اللي هو ده ايه هيبقى هو هو ierten بتاعي. طبعا ده بقى فيه بورج واحد بس. وكله طبعا تم اختياره بدا هيبه الانترنت بتاعي اللي هو اللي هو هيبه مقفول الى ان يحصل مشكلة في مين? فاي ايه? فاي آآ لينك من اللينكات التانية دي. ماشي يا شباب? يعني لو حصل مشكلة هنا كده كبه انا هم شغل ده هشغله على طول. ماشي? طيب ده السيناريو الاول السيناريو الاول لو حصل لي آآ ماشي وانا هختار على اساس طيب تعال نشوف التانية دي كده? بيقول لك بقى ايه? لو تساوه كمان يعني مش هعرف احد بالنسبة له. يعني ايه مش هعرف احد بالنسبة له? يعني انت لو عندك متوصلين بهذا الشكل. ماشي? واخترت خلاص ان ده هيبه بتاعي. يعني ده اخترت وتم اختياره ان هو ده هيبه طبعا. لانه على طوله تم متوصل به ده هيبه وده هيبه طيب. وجيت هبص كمان على التانية للسويتي تانية لازم اختار منه واختار منه عشان ما حصلش له بينه. طيب مين هيبه الروت بورت هنا? الف زيرو على ستة ولا اف زيرو على خمسة? وليه? حتى ممكن يخمن كده? طبعا في الحالة ديت لو انا جيت هبص على ال الهي دي هتلاقي ان السويتش ده هو ووصل له اللي هو ده. بس وصله من على اللينك ده ووصله لين كده. يعني انا مش هدر احدد باا ايه? باستخدام مين? مش هدر احدد هل البرت ده هيبقى روت بورت? ولا ده هيبقى روت بورت باستخدام الايه? باستخدام اللويس لاني الاتنين المتسويين. فلازم اشوف حاجة تانية شرط تاني. قال لك الشرط التاني اللي هو بورت ايه? لما تجد هتبص كاملا على بورت بريوتي هلاقي مئة تمامينة وعشرين مئة تمامينة وعشرين. لم تتم دوارته متسويين. طيب. قال لك خلاص هتبص على مين بقى? هتبص على ايه? هو فين ايه? الاف زيرو على واحد ولا اف زيرو على اتنين? ها? فين اقل بعت السويتش التاني ده? ايبا زيرو على واحد ولا زيرو على اتنين يا شباب? هو ده سؤال? ها? اف زيرو على واحد ولا اف زيرو على اتنين الاقل? من الشكل انت شايفه? زيرو على واحد اقل يبقى ايه? بورت او اللي هو اف زيرو على واحد يبقى خلاص يبقى ده هيبقى ايه? هيبقى الروت بورت. وده هيبقى الالترينيات ايه? الالترينيات بورت. تعلم بصوا هنا كده? اه هو ده بقى الروت بورت بتاعي اللي هو اف زيرو على ستة. وده هيبقى الالترينيات لحد بيحصل اي مشكلة في اللينك. لو حصل مشكلة في اللينك ده هيوم وصل ده يشغله تمام بدون اي مشكلة. يبقى ده يا شباب اللي بيحصل في ايه عملية بس ده لو حصل يعني لو فيه بتحصل. طبعا الكلام ده كله بيتطبق اول ما بتعمل تيبولوجي ديت على اول ما بتعمل تيبولوجي ديت على او بتطبقها عملي. اللي بيشتغل ويبدأ يشغل شوية ويقفل شوية طيب عشان تتأكد لو انا هجينا فتحنا كده لو انا هجينا فتحنا كده وقلت لك انا عاوز اعمل مسلا اه ادي سويتش هوت ودي كمان سويتش وجيت اوصل دولت ببعض عن طريق هوصل مسلا بالفاصل على واحد وده هوصله زي على واحد وبرضو خدت كمان واحد اهوة ووصلته هنا زي رو على اتنين وزي رو على اتنين لو انت جيت تبص بعد شوية كده هتلاقي ان انت عندك الاتنين دولة تشتغلوا مع بعض الاتنين دولة بقى اخضر وهنا بقى في واحد اخضر يعني ده بقى شغال ده هو بتاعي وده ايه? وده اللي هو مغلق مؤقتا. ده مش هيخضر ابدا. ده مش هيخضر ابدا لان ده يطبق عليه الالجوريزمي. فطبعا الالجوريزمي بيمنع اللوبينج فده ده عمره ما يكون اخضر. الا لما تعمل انت حاجة تانية. لسه انا خدها في الشطر الجاية اللي هو حاجة اسمها اللي هو تدمج اللي خطين دول مع بعض او تدمج دولت مع بعض بحيس انه هيكون يكاينه خط واحد بالزبط. ماشي كده يا شباب? فهمنا كده ده ماشي ازاي? يعني اولا لو هتجبت كمان اهو وجيت وصلته هنا كده. عالف آآ زيرو على تلاتة. والف زيرو على تلاتة. هتجي بص برضو هنا كده لو انا جيت عملت هتلاقي ان التلاتة دولت بقوا ايه? بقوا اخضر وفيه واحد بس هنا اخضر والتاني ايه? والتاني ماخدرش. ماشي? طبعا لو انت عاوز تشوفهم اكتر. قريبا في ديت. اهو. لو انت جيب بص بص كده هتلاقي ان انت عندك بقى في واحد بس اخضر اهو. او زي ما احنا شايفين كده لما لاحزنا انت عندنا الخط اللي فوق او اللي فوق ده بقى اخضر يعني ده هيبقى بتاعي والاتنين دولت ايه? الاتنين دولت بلوكد عشان ما يحصلش ايه? ما يحصلش ما يحصلش في الموضوع ده. في دلوقتي عملت ايه? عملت اللي بيحصل على ايه? على دي. طيب. في كده ممكن نكتبه على على السويتشات. بحيث ان احنا نشوف ايه هي الموجود عندي. فانا ممكن اقول له هنا هتلاحظ هنا انت عندك اهوت بص كده. هتلاقي عندك الاف اللي هو الفاصل اثر نيت زيرو على اتنين. ماشي? زيرو على اتنين ده بلوكد. يعني السلس بتاعته بلوكد. تمام? والكوز بتاعت اسعتاشر على ان انا مختار السلوك كلها مت ميدا. لو الفاصل اثر نيت. وعندي هنا برضو. ده هيبقى برضو اللي هو اللينك التاني اللي هو اف زيرو على تلاتة اللي هو بلوكد برضو. او كلمة او بلوكد. والكوز بتاعته سعتاشر. وعندك الكوز اللي هي اللي فوق ديت اللي هي اف زيرو على واحد. دي بقت روت بورت. دي نوع روت بورت. والفورورد. الاستيتس بتاعته فورورد. يعني ممكن هو يفورورد ايه? اللي بتبعت من مكان لمكان. وعندك هنا برضو الكوز بتاعته ايه? سعتاشر عشان نموصل بالفاصل. يبقى دلوقتي اتأكدنا ان انت عندنا اللي فوق ده هو عبارة عن روت والاتنين دولات بلوكد. طب لو انا جيت عند السويتش التاني ده كده. وقلت له هنا نعمل لي شو. هتلاقي انت عندك التلاتة هنا حالتهم designated. هوت. عندك اللي هو الف زيرو على واحد. والستيتس بتاعته ان هو ممكن يفورورد اي باكت. والكوز بتاعته سعتاشر. وعندك نفس الكلام فيه التانية اللي هو برضو. وفورورد ايه سعتاشر. وفورورد سعتاشر. يبقى كل التلاتة دولات نوعهم والاخدر اللي فوق ده نوعه والاتنين تحت دولات ايه? او تمام? ومقفولين. الستيتس بتاعتهم ايه? مقفولين. ما بيعملوش ايه? ما بيعملوش فورورد الحاجة. طيب دلوقتي يا شباب اكدنا ان عندنا هي آآ شغالة على عشان ما يحصلش اي لوبينج لما اي حد بيجي وصل ببعض ما يحصلش لوبينج. طيب هل انت شايف الشكل اللي قدامك ده كده الشكل الطبيعي? طيب يعني ايه شكل طبيعي? يعني يعني منطقي انك توصل تلات سلوب ببعض بالشكل ده كده. كنت بقى موقف اتنين. آه منطقي ليه? ليه منطقي? عشان اعمل عشان لو حصل اي مشكلة في السلك اللي فوق ده? التاني هيشتغل. لو حصل مشكلة في التاني التالت هيشتغل. يعني بعمل للتوبولجي بتاعتي. لو اي سلك فيهم باحتمال ان هو يتقطع التاني يشتغل مكانه. تمام كده? طيب. في تكنولوجي بقى احسن من حاجة اسمها الايه? بقى. بيخلي التلاتة دولت مع بعض كأنهم سلك واحد بالزبط. وبستفيد من السرعة بتاع التلاتة لو ده لو ده ميجا وده ميت ميجا وده ميت ميجا. فبيشتغلوا التلاتة مع بعض تلتمية ميجا تمام كده يا شباب? بس خلينا نكمل الاول اللي هو الموضوع بتاع الايه? اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. طيب. يم احنا خلاص مقصلنا ان انت عندنا لو حصلت هتبص على لو لقيت ان دي مش عارف اختار بالنسباله. هختار ايه? او فيه تلاتة انواع من الطايمر. اللي هو دلوقتي عشان يبدأ بتشتغل التولجي اللي احنا لسه رسمينها من شوية ديت بتاخد خمسين ثانية. يعني دلوقتي انا عملت فصل عشان اسرع الخمسين ثانية دول. طب الخمسين ثانية دولة بيحصلوا في ايه? يعني بياخدوا الخمسين ثانية دول كلهم في ايه? بياخد لو حصل مسلا اي بلوك او انت لسه بتوصل التولجي في الاول خالص عشان يعمل يبدأ يزبط الدنيا الدنيا اللي عندك. بيبدأ ياخد خمساشر ثانية في حاجة اسمها اللي ان هي كل واحد يسمع من التاني. اللي هو البيبي ديو بتاعت التاني. ماشي? وفيه كمان اللي هي بالنسبالنا دلوقتي البيبي ديو دي بتبعت لكل اه بتبعت كل كل سانيتين من الجهاز لجهاز تاني. يعني كل سويتش بيبعت للتاني كل سانيتين بيبعت له البيبي ديو بتاعته. طيب. ده بياخد خمسة عشر ثانية. ده اللي بيحصل فيه عملية الليسنينج يعني لما بيسمع بقى البيبي ديو بتاعت التاني ده بيبدأ يشوف هل هو بتاعته اعلى ولا التاني اللي جايله اعلى. فبياخد خمساشر ثانية في الموضوع ده. ماشي? وعندك حاجة اسمها اللي هو لو الجهاز اللي جانبي ما بعتليش البيبي ديو بتاعته لمدة عشرين ثانية فانا هعتبر انه هو واقع من الشبكة بتاعتي. وابدأ اعمل هبدأ اعمل لالتابولوجي بتاعتي. طيب ايه موضوع الخمسين ثانية ده? خمسين ثانية اول ما بيحصل بيحصل امتى اصلا? لو احنا عندنا دلوقتي حصل بلوكينج يعني لو عندنا لو عندنا لو عندنا بالشكل ده كده. اهود. وانت كنت عامل مسلا ده كان عامل له بلوك. تمام? وده مقطوة. فده لما تقطع لما الاجهزة دلوقتي التانية دي تحس بالموضوع ده كله عشان تحس بالتغير اللي بيحصل ده كله هتاخد عشرين ثانية. هتاخد عشرين ثانية عشان تحس بالتغير. هي العشرين ثانية دي اللي خليتها في ايه? خليتها انها استنت استنت السويتش ده ما ردش على الاجهزة دولة لمدة عشرين ثانية. فطالما ما ردش على الاجهزة دولة لمدة عشرين ثانية يبقى حصل مشكلة. حصل فيلياش. يبقى اول عشرين ثانية هم. بعد كده هياخدوا خمستاشر ثانية. الاجهزة كلها في اللايسنينج والآيه واللرنينج. عشان تتعلي من اللالج دية وتعمل العشان تشوف مين الهيه السلك اللي هيشتغل دلوقتي. من كده? يبقى خمستاشر اللايسنينج بتسمع من من السويتشات التانية وخمستاشر كامل الليرنينج. يبقى كده خمستاشر خمستاشر تلاتينadelعشرين بتاحت اللي هما ايه? كلهم على بعض خمسين. ده اللي هو ايه بياخد خمسين ثانية عشان يعمل اعادة حسابات عشان يشتغل من اول وجديد. تمام كده? واول مرة بعد لما تيجي توصل ياخد خمسين ثانية عشان يشتغل معاك اصدق. تمام? ما فرضت ببعد كل ثانيتين تمام? بتاعتها لو وصلت لعشرين ثانية. الجهاز ما باعتش. بتاعته للجهاز اللي جانبه. يبقى كده هحس ان في حصل. يبقى كده هعمل ايه? هعمل الاول وجديد وهعمل الاول وجديد. عشان هشوف مين الايه? مين السلك هيشتغل تاني. ماشي كده يا جماعة? طيب. الموضوع ده بيتم بالنه هو ده اللي هو بيقول لي عملية بتخفض عشرين ثانية. اللي هو بتاعي اصلا. اللي هو لو لمدة عشرين ثانية فكده انا حسيت ان فيه او في حصل في بتاعتي. بعد كده هيعمل لمدة خمستاشر ثانية. ماشي? بعد كده هيعمل لمدة خمستاشر ثانية وبعد كده هيعمل يجيبها كده عند خمستاشر وخمستاشر ثلاثين وعشرين هيبقوا خمسين ثانية كلهم على بعض عشان يبدأ التوبولوجي تشتغل من قبله جديد. تمام? طيب. بعد كده اقل لك ان في حاجة اسمها ده لو انت عندك بقى اكتر من يعني انت لو عندك مسلا اه اكتر من وكل ديت عاوز تشتغل عليها فطبعا الاسم هيختلف شوية اللي هو بيسموه ايه? البير آآ بتشتغل لو انت عندك لان على بعضها او لان واحدة كده بتشتغل عليها. طيب لو في لان هنا وفي لان هنا مختلفة عنها فده طبعا ما لهاش على لقب ده. ده ما لهاش على لقب ده. لابني ده المفروض يشتغل عليه خاص بيه. وده المفروض يشتغل عليه خاص بيه. ماشي ده اللي هو ايه? ده اللي هو البير آآ يعني زي التوبولوجي احنا اخدناها المرة اللي فاتت. لو انت عندك اكتر من موجودة في التوبولوجي. وعاوس لشغل فكل اه الوحدها هتشتغل على خاصة بها. لان طبعا ما فيش ديت مش هتقدر تبعد دي. لان ده شبكة وده شبكة تانية خاصة. او ده ودي تانية خاصة. يبقى متشتغلش واحدة بس. لا ده على حسب كل ايه? على كل حسب كل موجود عندي. طيب ايه انواع اللي التدورت وظهرت? اول حاجة خالص اللي احنا عارفنا اللي هو اللي هو ده اول زهر من بعد كده زهر اللي هو بيشتغل مع اللي احنا كلمنا عنه. وبعد كده فيه اه زهر واحد تاني جديد اللي هو تانية اتنين بوينت وان دي. الفين واربعة ده ماشي يعني طوره شوية على فحصل فيه تطورش يعني ببسيط. وبعد كده فيه زهر نوع اسمه رابط است بي لفرق ما بينه وما بين الاست بي العادي ان ده كان بياخد خمسين سانية عشان يحصل عملية اه جديدة. اما بياخد واحد وعشرين سانية فقط عشان يحصل عملية ايه? فرورد جديد. بعد كده الرابط بي اه بي بي اس تي اه بلس. يعني اخده ده وبخلوه برضو رابط يعني اخلو السرعة بتاعته زادد. بدل ما هي بياخده بتاخد خمسين ثانية بقى بياخد برضو ايه? اه واحد وعشرين ثانية. وبعد كده بقى فيه حاجة اسمها المالتبل اه اللي هو اه بقى عندك اكتر من موجود في التويلج بتاعتي اللي احنا اتكلمنا عنه لو انت شغال على بس هنا الفكرة لو انت عاوز تخلي اه واحدة بس تشتغل على كل فده تكنولوجي طبعا اه جديدة اللي هي وعند حاجة اسمها بس اللي هو هما التين زي بعض بس بايه باختلاف باختلافات بسيطة جدا دي بتاعت الايه? بتاعت طيب ايه الفرية بين الاست بي ورابط است بي? انه قال لك هنا عملية اختصارها في حاجة اسمها ماشي عشان يقلل في الوقت وعندك نفس الاسماء بتاعتهم بس هنا خلى بتاعهم مختلف شوية ماشي يعني خلى بتاع الاتنون دولة خمستاشر وخلى بتاع اللي هو ستة فكده بقى واحد وعشرين ايه? بقى واحد وعشرين ثانية بدل خمسين ثانية ونفس الكلام لو احنا عاوزين نشوف الاسماء بتاعت الروت بور ده الاغتلفت وكلام دا كله? لأ هو قال لك هنا في ته اسم روت بورد وبرضو ده اسم روت بورد هي نفس الاسم اما لو انت شفت لو ان شفت يبادى اما لو انت شفت حاجة اسمها بورد او point شغال على ماشي؟ بزي تقولش دي كده مسلا لو انت شغال على الارست بي يبداه اسمه وده اسمه او اسمه باكاب بورت ماشي? ليه بيسموها باكاب لعشان ده مسلا اه هب يعني ممكن تسميه باكاب بورت او تسميه ايه? مفيش اي مشكلة الاتنين مسمى لحاجة واحدة لحاجة واحدة بس اللي هي الارست بي. او لو انت شغال الارست بي العادي هيبقى اسمه ايه? هيبقى اسمه بلوك دو بورت. ماشي كده يا جماعة? يبداه ايه? ده الفروقات البسيطة ما بين الانواع وبعضها يعني. طيب في حاجة اسمها الموضوع ده اه الموضوع ده اصلا بيتم ازاي او او ايه فايدته اصلا? دلوقتي لو احنا جينا اشتغلنا على اللي احنا لسه شايفينها من شوية دي. اللي احنا لسه شايفينها هنا دي. ماشي? التبولوجي ديت اول ما بتوصلها بالشكل ده كده بيتم عملية ويحصل عشان يشوف من الايه? من اللي هتشتغل عنه. تمام? طيب لو انا قمت جاي مشغل اه جاي بي سي كده وموصله على السويتش الايه? السويتش اللي فوق ده. يعني جيت بوصلته هنا كده. هتلاحز برضو انه هو بيبدأ ياخد وقت اللي هو اعمية الارنج دي بتاخد وقت. عبال ما تشتغل مع ديت تاخد وقت تقريبا زي تلاتين ثانية كده عبال ما يشتغل عشان ايه? عشان يشتغل معك صح يعني. طيب هو دلوقتي بياخد دلوقتي ده كله ليه? لان ده طالما انت زودت حاجة هنا كده تتغيرت في التبولوجيا. فبيحصل لموضوع بتاع ماشي? فده بيستنى شوية كده لحد ما ما يشوف هل في لوبنج اصلا هنا ولا? يعني ممكن يكون في لوبنج هنا اصلا. ماشي? فبيخش في عملية الايه? بيخش في عملية لان كل اللي موجودة على السويتش بتخش في عملية الخاصة في فعندك هنا تكنيك اسمه ايه? اللي هو ده ده لو انت شغلته على ده فده معناه انك بتقول له ما تدخليش ده في عملية الخاصة يعني لما اجاوصل لك تشتغل على طول ماشي? بكوما بسيط جدا كده تقريبا اسمه بتخش على نفسه وبتكتب كلمة ايه? يعني هم اندخلنا كده اللي عاوزين نعرف واحنا موصلينه اصلا على ايه? على كده نعرف هو متوصل على ايه اساسا? نيجي نشوف كده بس الايه? تاعتنا. فده متوصل على على خمسة. لو ان انا دخلت على ده كده قلت له انا عاوز اللي هي على خمسة. ماشي? اعمل لي حاجة اسمها آآ بورت. كده عمل ايه? كده انا شلت ده من الحسابات بتاعة يعني لو انا جمتشايل ده كده. ماشي? والمفروض لما اجي اوصله تاني. يشتغل معي. لو ما اشتغلش معي يبقى المفروض هو محتاج حاجات انا كده وصلته على اف زيرو اربعة. المفروض اوصله على اف زيرو خمسة. لو انا جيت كده امتقل له ايه? هادي الفاصل سرنت. والاف زيرو خمسة اهو. على طول اوتوماتيك هيشتغل معي اخضر بدون ما ياخد الحسابات اللي احنا ايه? لسه بنتكلم عليها من شوية. ماذا يا شباب فايدة الايه? الفاص ايه? الفاصل بورت او الايه? او الجارد. ماشي كده يا جماعة? في اي مشكلة? في اي سؤال خاص بيه الهي مدعو